الحكومة عقدك اجتماع مؤخرا لمواجهة لمواجهة ارتفاع اسعار الوقود عالمية لمشكلة الحكومة عاملة الميزانية يعني مثلا وانت قاعد بتعمل الميزانية بتاعتك بتاعت الشهر مثلا فبتقول اه الشهر الجاي مدارس حمادة في المدرسة هي مدرسة قصة هياخده مني عشر تلاف تخيل بقى وانت عامل جمعية بالعشر تلاف المدرسة قالتلك لا احنا رفعنا مصاريف حمادة وهتبقى خمستاشر الف طبعا تبقى عندك مشكلة ده عجز في ميزانيتها فالحكومة كانت كاتبة في ميزانيتها الجديدة ان سعر برميل البترول اقصى حاجة هيبقى 62 دولار لا ده الدنيا بازت قوي بقت ب85 دولار طب هنا هينشأ مشكلة عند الحكومة متلازم تبقى فاهم الدنيا برضو تبقى ماشي ازاي هيقى عند 62 دولار خلتلك البنزين بتسعة جنيه وبتسعة اوروبا لكن لما الاسعار ارتفعت 8 اوروبا لما جات الاسعار ارتفعت ايه اللي حصل يا اخوانا هل تقدر تزود من 60 ل85 تروح مزودة 40% لا ده الدنيا دهيك الحكومة الزمت نفسها احنا اقصى زيادة ب10% فوق 10% ده بس هي عملت الصرف طب انا هعمل ايه عملت اجتماع مع وزراء لو رئيس الوزراء يعني مع وزراء البترول والتموين والمالية والزراع وعودوا هنا احنا هنعمل ايه يعني ده كده وزراء مجموعة اقتصادية هنحلها ازاي طبعا انت زعلان على الربع جنيه ولا نص جنيه الاخارة الربع جنيه الاخير اللي الحكومة زودته في البنزين عايز اقولك هي الزيادة الدولية اعلى العالمية يعني هل انا كده بخلي بشجع الحكومة الزود عليك ابد انا نصيرك طول ما نقعد على الدكة دي لكن خلينا ايضا نلفت الانتباه ان الحكومة زودت السولر بزودش السولر هي الود ودها طبعا الحكومة لو لقت عندك جنيه هتسيبه لا هتاخده يعني لكن كمان الحكومة ظهرت في لقطة حلوة اوي عملت ايه لمواجهة موجة التضخم العالمية اللي انا كلمت حضرتك فيها انبارة هي خير هي المقدمة كلها عمال تمدح في الحكومة يا عم ندي لهم بقين شوية برد يعني ما الدنيا مش هتبقى كلها كده يعني بس عاملة شغلة حلو وانا الاول مرة في حياتي في مولد نبي ابعت علبة حلاوة للدكتور مصطفى مدبولي واعداء وزارت ومش اي علبة يعني لكن عجب قالب ان اللي هتبعها في الجماعيات لنا بستين جنيه كيلو عملت لقطة حلوة ايه اللقطة الحلوة راحت مخصصة مليار وتمنمئة مليون دولار قالت احنا لازم نشتري سلع اساسية من الاسواق العالمية احسن الدنيا تقفل احسن ما يبقاش نيجي نستورد ما نلاقيش خلي بالك انت بوكت تيجي تقول ايه يعلم ما تزيد ما الحكومة معاها فلوس تشتري سبك ان الحكومة معاها فلوس عشان الدنيا مش او كده لكن انت بوكت تروح تشتري ما تلاقيش بضع بوكت تروح تشتري ما تلاقيش بضع الحكومة بقى خصصت لمواجهة تضخم مليار وتمنمئة مليون دولار عشان تزود رسيد السلع كمان الحكومة والقوات المسلحة ابتدوا يخصصوا ارصدة من الزيت والامح في كل محافظة زودت تعاقدات اللحم السودانية والبرازيلية ضخط 4000 تن سكر لمنافذ صرف السلع التنموني دي حاجات كويسة اه حاجات كويسة اكتفت قالت لا انا هنزل اعمل حملات رقبية على الاسواق شاكل الحكومة سمعت كلامي مبارا يعني لان انا طالبت بدا بس انا ما طالبتش بحملات رقبية على الاسواق وبس قلت لا اي تاجر يجي يبيع سلعة لازم يبيعها بسعر فاتورة الاستراد اللي استوردها من 3 شهور لكن ما يجيش يجو يقولك ايه لا ما انتشاف الاسعار باشا مرة زادت فانا لازم ازود لا يا بابا مفيش حاجة اسمها كده عملت كمان رقم انا عايز حضراتكم تكتبوه 16-5-2-8 16-5-2-8 16-5-2-8 بتقولك يا مواطن عدك اي مشكلة في ارتفاع اسعار نقص السلع ارجوك لو سمحت اتصل بالرقم ده هل انتوا لحد الوقت شايفيني معايا حق ان انا قدي لها علبة حلاوة ولا انا لحد الوقت شايف ده